موسيقى رئيس السيسي يتسلم رسالة خاطئة من رئيس الجزائري عبد المجيد تابون ويؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الترائي بين البلدين وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع جلود تسعى بالمنطقة الغربية ويؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القطالية انفجار ثلاثة صهريج لنقل المحروقات بمنطقة المصفح وشرطة أبوظبي تعلن السيطرة على حريق محدود بمنطقة الانشآت بمطار أبوظبي الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشوه الإخبارية مفسرة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الدفع قدومان بأسفة أطور التعاون الثنائي مع الجزائر على شط الأصعيدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيد رمطان لعممراء وزير الشؤون الخارجية الجزائرية حيث ثمن الرئيس السيسي المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين من جانبه نقل الوزير لعممراء إلى الرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تابون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر طالبا سيادته النقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تابون ومثمنا سيادته المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شط الأصعيدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانتلاق بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب اتصاقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تابون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمية والشعبية والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات معبرا عن تطلعه لمزيد من التنصيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة تحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التبحث حول سبل تعزيز أفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة لللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري فضلا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنصيق إذا أكافت القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضمن وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك تم التبحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن السعي الدائم لتوفير أوجه الدعم المختلفة للنهوض بقطع السياحة والأثار الذي يحظى باهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لما له من دور كبير في الاقتصاد المصرية جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف حركة السياحة والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأسواق المستهدفة وما يتم تنفيذه من إجراءات لتشجيع السياحة الوفدة إلى مصر من عدد من الدول وتناول الاجتماع جهود تطوير الفنادق السياحية في مدينة شرمشيخ والعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الغرف الفندقية صديقة البيئة وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناقب سابع وعشرين شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مركز القيادة التعبوي قالوا تسعة والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام ونقل وزير الدفاع خلال كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القطالية والاستعداد القطالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكانياتها وقدراتها في مختلف التخصصات مشيرا إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك 5 والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية يشارك في التدريب وحداته من القوات الخاصة لكيل الجانبين بالإضافة إلى عناصر من المشاول المدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة وصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك 5 والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية ويشارك فيه وحدة من القوات الخاصة لكيل الجانبين بالإضافة إلى عناصر من المشاول المدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرة النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الاستطلاع واحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الوقائية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية كما قمت القوات الخاصة لكل بلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخلى لها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية كذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية والتي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكل البلدين فيما نفذت قوات المطلات تدريبات على الأعداد والتجهيز والتحميل للأفراد وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية ولمجابهة حروب الجيل الثامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية ومنها محاضرة عن الأمن الصيبراني والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأسليب للتصدي لها يهدف التدريب تابوك خمسة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ فضلا عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية وقعت مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون حول عدد من المشروعات في قطاع التعليم ضمن المبادرة الرئاسية وللمزيد مشاهدين من التفاصيل بينضم إلينا الآن الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري ألم بك أحمد في البداية ولو تطلعنا أكثر عن التفاصيل الخاصة عن هذا البروتوكول الموقع ما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم نعم بالفعل من مقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة حيث تتكاتف مؤسسات الدولة وجهودها لتنفيذ المشروع القومي هذا المشروع الرئاسي حياة كريمة الذي يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر في ريف مصر اليوم وزارة التربية والتعليم شهدت توقيع بروتوكول ما بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة وهو ليس البروتوكول الأول هناك تنصيق وجهود كبيرة بين المؤسستين ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة لكن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم شكرا لك الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 والذي جاء تحت عنوان تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلاة من شركاء التنمية متعدد الأطراف والقطع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل مجلس النواب وجاء إطلاق التقرير انتلق من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية وتواصل الفعال فيما يتعلق بالشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق بحثت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم مع السفير الكندي بالقاهرة لويس دوماس الموضعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل التعاون في مجال الهجرة واستعرضت وزيرة الهجرة خلال اللقاء دور الوزارة في ربط علماء وخبراء مصر في الخارج بوطنهم من خلال تنظيم خمس نسخ من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع مؤكدة أن الخبراء المصريين في كندا شريك أساسي في نجاح هذه المؤتمرات وعبر السفير الكندي خلال اللقاء عن انبهاره بما رأاه من تطوير وتنمية في ربوع مصر على نحو يسير بوطيرة سريعة وثم نجهود الرئيس السيسي في ذلك بما يجعل مصر بحق في مصاف الدول الكبرى أعلن التحالف العربي باليمن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية وأكد التحالف أنه رصد التصعيد العدائي من قبل قوات الحوثي باستخدام طائرات المسيرة التي انطلقت من مطار صنعاء الدولية كانت تحالف قد أعلن أمس مقتلى 280 مسلحا من قوات الحوثي بعمليات جوية نفذتها قوات التحالف بمحافظتي مأرب والبيضاء أكدت شرطة أبو الظبي اندلاع حريقين أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محركات بترولية بالقرب من خزانات أدنك وأضفت الشرطة أن الحدث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة ستة أخرين بإصابات بين البسيطة والمتوسطة وأفدت وكالة أنباء الإمارات بوقيع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولية لافتة إلى أن السلطات المختصة باشرت تحقيق موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات بدون طيار وقعت في المنطقتين قد تكونان تسببت في الانفجار والحريق أدان البرلمان العربي إطلق قوات الحوثي لعدد من طائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات وأكد البرلمان العربي أن ما حدث يمثل اعتداء وانتهاكا للقانون الدولي والإنساني وكافة القوانين الدولية واعتداء على سيادة الإمارات كما أنه يبرهن على إصرار قوات الحوثي على هجماتها كما شدد البرلمان العربي وقوفه في صف واحد إلى جانب الإمارات وتأييده لكافة الإجراءات التي ستتخذها لتصدي لهذه الأعمال أكد رئيس مجلس النواب الليبيع قيل صالح أنه على البعثة الأممية الضغط على كل الأطرف للتوجه لصنازيق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقدم مئة شخص للانتخابات الرئاسية هي سابقة على المستوى المحلي والدولي ودليل على حيادية نص المدى الثانية عشر من قانون الانتخابات وضرورتها موضحا أن المدى الثانية عشر تشجع وتعطي الفرصة للكفاءة الليبية التي تتولى مناصب عليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون خسرة مناصبهم قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة أضاف ميقاتي أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون الموازنة موضحا أنه سيكون جاهزا في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء وذلك استعدادا لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ مطلع الأسبوع القادم من جهة أخرى أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن موقفه المعلن والثابت هو عدم التدخل في عمل القضاء وأنه يدعو إلى إظهار الحقيقة التي ينشدها الجميع في التحقيقات بقضية انفجار ميناء بيروت أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبي برري رئيس حركة أمل لأن قرار عودة وزراء الحركة إلى مجلس الوزراء جاء بعد تحميل الحركة مسؤولية تدهور الأوضاع وأضف برري أن موقف الحركة ثابت من ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحرية وكانت حركة أمل وحزب الله قد أعلن العودة لجلسات مجلس الوزراء بعد تعطيل استمر منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي بسبب إسرار وزراء الثنائي على عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحرية وإقصاء قاد التحقيق في القضية طريق البتار أعلنت جامعة الدول العربية أن وفدا من الأمنة العامة للجامعة برئاسة السفير حزم زاكي الأمين العام المساعد توجه إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين وسألتقي الوافد بممثل اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجستية لعقد القمة العربية بالجزائر والمتوقع عقدها في شهر مارس القادم وقال زاكي أن الوفد سيقوم أيضا بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء على أعلى المستويات وقع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلاما في الخرطوم برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقال الوسيط الفني للاتفاق حمزة يوصف أن السودان وضع كافة إمكانيته من أجل معاونة الأخوة الفرقاء في دولة جنوب السودان شعورا بالمسئولية لطي مرحلة الحرب داعما ورعيا لها من أجل الوصول إلى السلام وبدوره شدد عضو المجلس السيادي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي على ضرورة تحقيق بند الترتيبات الأمنية مشيرا إلى أنه بند حيوي وجوهري في إنجاح الاتفاق وهو الأمر الذي أخفله المعنيون في اتفاق سلام جوبا في السودان وصف رئيس العرقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بالأعمال الإرهابية الإجرامية أضف صالح في تغريدة له على تويتر أن تفجيرات تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة تستطيع حماية العراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل أدنت بعثة الأمم المتحدة في العراق التفجيرات الأخيرة التي وقعت في العاصمة بغداد وحثت البعثة الأممية الأطراف المعنية على مواجهة تلك المحاولات لزعزعة الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفس وتكتيف الحوار كانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت عن فتح التحقيق في انفجارين وقع بمنطقة الكرادة في بغداد أسفر عن إصابة شخصين بجروح أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرفق كوفاكس يقود جنبا إلى جنب مع الشركاء أكبر عملية شراء وإمداد للقاحات في التاريخ هذا وقام كوفاكس بإصال اللقاحات إلى نحو 144 دولة حتى الآن وتمكن من تسليم مليار جرع في خطوة وصفتها المنظمة بأنها معلم بارز وذكرت المنظمة في بيان أن 36 دولة استطاعت تطعيم أقل من 10% من سكانها فيما قامت 88 دولة بتطعيم أقل من 40% من سكانها معي عبر الهاتف الدكتور محب شلبي استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن دكتور محب مع تواصل انتشار فيروس كورونا سواء من خلال المتحور دلتا أو المتحور الأكثر انتشارا أو مايكرون يقود تحالف كوفاكس العالمي أكبر عملية إمداد للقاحات في التاريخ طبعا ذلك يأتي وفقا لمنظمة الصحة العالمية برأيك لأي مدى يمكن أن تسهم عمليات التلقيح الحالية في محاصرة الجائحة؟ الحقيقة المفروض ان احنا كلنا كنا اخذنا دلوقتي أول وتاني جرعة البوستردوزز هي اللي بتفرق في الموضوع دوت لان البوستردوزز بتزود المناعة لحوالي 70% بينما الجرعتين بس بتبقى المناعة بتتراوح ما بين صفر يعني مفيش مناعة خالص للفيروس اللي هي 19% فالبوستردوزز مهم جدا هي جرعة المعززة أنا سامع ان مصر جال حوالي 3 مليون جرعة فايزر أو قريد خبر بمعانية كده يعني وده مهم جدا المفروض ان هم يتاخدوا كبوستردوزز الحاجات ديات ان طبعا الوزارة الصحة تبقى تتحدد طبعا الحاجات دي تستعمل ازاي الاو مايكرون بينتشر بسرعة جدا جدا معظم الحالات اعراضها قليلة او يعني بسيطة وبتعدي زي دور برت لكن في طبعا لسه حالات بتخش المستشفى وفي حالات بتموت وفي حالات بتنتهي في العناء المركزة بعاهات او يعني بمشاكل بعد كده هو مشاكل تنقصية وحاجات تانية طبعا احنا كلنا عارفينها لكن الجرعات المعززة دي اهم حاجة جدا في موضوع الاو مايكرون ده بالزات نعم الكلام دلوقتي بيتكلموا انه الاو مايكرون هيبقى اضعف من اللي قبله ومعظم مص يعني السيناريهات المحتملة في المستقبل انه هيتم السيطرة على الكوفيد في الايام خلال السنة ديات حتى لو طلعوا متحورات جديدة غالبا هتبقى بسيطة وهتبقى زي برت او يعني دور برت شوية طيب معنا ذلك دكتور محب انه يعني غير متوقع انتاج لقاح قريبا يكون قادرا على انهاء الجائحة بما ان المتحورات فيما بعد او مايكرون متوقع ان تكون ضعيفة مثله او اضعف الفايزر اعلنوا ان هما في خلال ثلاث شهور هيطلعوا لقاح الكلام ده كان في اول يناير فاحنا بنتوقع ان هو هيكون في حاجة لل او مايكرون كمان شهرين او شهرين ونص من دلوقتي لكن كمان الاتجاه كمان مش بس للقاحات ولو ان اللقاحات هي الخط الاول للدفاع واهم حاجة فيه ادوية الوقتي طلعت علشان الناس اللي هي بيجي لها الكوفيد ويكون عندهم مشاكل دي ادوية بتتاخد بالبق فيه واحد بتاع شركة ميركو فيه واحد بتاع شركة فايزر وسمعت برضو ان شركة استرزيني تتعقدت مع مصر علشان ياخده اللي هو فيه دواء طالع عكسان مضادة ده بالحق وده زي اللي ترامب اخده لما جاله الكوفيد وامنه بسرعة جدا يعني هذه الادوية ستكون بديلة عن اللقاحات في رأيك؟ لا مش بديلة لكن لانها غالية جدا اسعارها غالية جدا لكن اللقاحات هي اللي هتكون متوفرة اكتر وهي الانسب لانها بتدي اكبر مدة وقايا لان اللقاح بيدي وقايا ستة شهور السنة مش عارفين لسه هيحصل ايه في المستقبل لكن الادوية دي بتعالج اللي حد عنده لدور دلوقتي نعم مش هيبقى كفايا ان كل ياخد منها لانها غالية جدا يعني انا عارف ان الادوية بتعمرك حوالي 700 دولار وشوية الجرعة الوحدة مش هيبقى متاح لكل واحد اشكرك جزيلا دكتور محب شلبي زميل الكلية الملكية بلندن واستشاري المناعة بدأت نيوزيلاندا حملة لتطعيم الاطفال الذين تتروح امارهم بين الخامسة والحدية عشر عاما ضد فيروس كورونا وتم تسليم اكثر من 120 الف جرام لقاح فايزر للاطفال واعلن عن توفرها في 500 موقع في جميع انحاء نيوزيلاندا وبعد بدء حملة التطعيم بساعات قليلة كان اكثر من 3200 طفل قد توجهوا الى مركز التطعيم والصيدليات للحصول على اللقاح بحسب مصادر اعلامية نيوزيلاندية تدرس الحكومة اليابانية اعلان حالة شبه طوارئ في العاصمة توكيو وثلاث محافظات قريبة منها وذلك وسط زيادة عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا وابلغت العاصمة اليابانية عن اكثر من 4000 حالة جديدة وذلك وسط معدل اشغال السر بالمستشفيات يقترب من 20% وهو معيار دفع حكومة العاصمة لمطلبة الحكومة المركزية بوضعها تحت حالة شبه الطوارئ يذكر ان حالة شبه الطوارئ تطلب من المؤسسات تناول الطعام في المناطق الخاضعة للقيود وتقصير ساعات عملها ويطلب من الاشخاص الامتناع عن استفر عبر حدود المحافظات اعلنت الاكوادور حالة التأهب الحمراء في معظم انحاء البلاد بعد زيادة الاصابات بفيروس كورونا بنحو عشرة اضعاف كما اعلنت السلطات الاكوادورية انه تم اغلاق المدارس حتى الحادي والعشرين من يناير مضيفة ان الاصابات اليومية ارتفعت من نحو 4000 حالة في اسبوع عيد الميلاد الى اكتر من 42000 في الاسبوع الثاني من يناير وعشرت السلطات الى ان ارتفاع اعداد الاصابات سببه المتحورة اومايكرون والاحتفالات الاخيرة بعيد الميلاد ورأس السنة اكد الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتاريش ان الاسلحة النووية لا تزال تشكل تهديدا وجوديا وان الضمان الوحيد ضد استخدامها هو ازالتها بالكامل واشدد الامين العام للامم المتحدة على ان نزع السلاح يعد هدفا من اولويات الامم المتحدة تبقى للقرار الاول الذي اتخذته الجمعية العامة عام 1946 وحثا جوتاريش قادة العالم على اتخاذ خطوات جريئة نحو تحقيق الهدف الجمعي المتمثل في ازالة الاسلحة النووية مشيرا الى انه تم تأجيل المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعادة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي كان من المقرر عقده في يناير الجاري بسبب جائحة كورونا افاد الجيش في كوريا الجنوبية بان كوريا الشمالية اطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من مطار في العاصمة بيونج يانجا في رابع تجربة اطلاق هذا الشهر وذكرت هيئة الاركان المشتركة في كوريا الجنوبية ان التجربة الجديدة شملت على ما يبدو اطلق صاروخين باليستيين من النوع قصير المدى باتجاه الشرق في تتابع سريع على نحو غير معتاد لاختبارات الاسلحة اجرت كوريا الشمالية تجربة اطلاق صاروخية جديدة للمرة الرابعة خلال عام 2022 هيئة الاركان المشتركة في الجارة كوريا الجنوبية ذكرت في بيان ان التجربة شملت على ما يبدو على اطلاق صاروخين باليستيين من النوع قصير المدى باتجاه الشرق من مطار سونان في بيونج يانجا من جانبها ابلغت الحكومة اليابانية ايضا عن عملية الاطلاق وندد بها كبير امناء مجلس الوزراء اليابانية هيرو كازو ماتسون واصفا اياها بانها تهديد للسلام والامن في المنطقة وكانت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن قد فرضت عقوباتها الاولى على بيونج يانج الاربعاء الماضي داعية مجلس الامن الى ادراج عدد من الافراد والكيانات الكورية على القائمة السوداء كما قررت دعوتها الى بيونج يانج للعودة للمحادثات لتخفيف حدة التوتر واقنعها بالتخلي عن ترساناتها من الاسلحة النووية التجارب الكورية الاربعة اشتملت اثنتان منها على اطلاق صاروخين اسرع من الصوت قادرين على المناورة بعد الاطلاق في حين كانت التجربة الثالثة التي جرت الجمعة الماضية على اطلاق صاروخين باليستيين من النوع قصير المدى من علامة عربات قطار هذا هو الحال اذا ما بين تجارب صاروخية مستمرة من كوريا الشمالية وتنديد دولية تعيش المنطقة في حالة من الترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة حثت وزارة الخارجية الصينية الاطراف المعنية ان تأخذ في اعتبارها السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ان بلاده تأمل ان تتعاون الاطراف المعنية في الوصول لتسوية سياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية وذلك بعد ان قال خفر السواحل اليابانية ان كوريا الشمالية اطلقت ما يشتبه بانهما صاروخان باليستيين قصير المدى اعلن البيت الابيض ان رئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيجريان محادثات افتراضية الجمعة المقبلة يناقشان خلالها العلاقات التنائية وعددان من الملفات المشتركة وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جانساكي ان الاجتماع سيصلط الضوء على ملف الامن في منطقة المحيطين الهندي والهادي من اجل ان تكون منطقة المحيطين حرة ومفتوحة كما ان جدول المحادثات يتضمن مناقشة مكافحة فيروس كورونا والتغير المناخية بالاضافة الى استكشاف التقنيات الجديدة محادثات افتراضية يجريها الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة يناقشان خلالها العلاقات التنائية اضافة الى الامن في منطقة المحيط الهادئ مكافحة كوفيد 19 والتغير المناخية ستكون على جدول المحادثات واستكشاف التقنيات الجديدة وفق بيان للبيت الابيض المتحدثة باسم البيت الابيض جينساكي قالت في البيانة ان الاجتماع سيصلت الضوء على قوة التحالف الامريكي الياباني الذي يعد حجر الزوية للسلام والامن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحوذ العالم جينساكي اشارت الى ان الرئيس بايدن يتطلع الى العمل مع رئيس الوزراء كيشيدا للدفع برؤية الولايات المتحدة من اجل ان تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة مضيفة ان الرجلين سينقشان القضايا المتعلقة بالربعية وهو تحالف يضم الولايات المتحدة واليابان والهند واستراليا يسعى الى مواجهة نفوذ الصين المتنام في اسيا بايدن وكيشيدا التقي شخصيا خلال قمة المناخ كوب 26 في اسكتلندا العام الماضي وكان بايدن ندد بقوة بغياب قادة الصين وروسيا عن مؤتمر المناخ كوب 26 في جالسكو حيث ابرمت نحو مائة دولة اتفاقا لاحتواء بعثات الميسان احد المصادر الرئيسية للاحترار المناخي اعتقلت الشرطة البريطانية مراهقين اثنين لصلاتهم بحدث احتجاز الرهائن في كنيس في ولاية تكساس الامريكية مؤخرا وافدت شرطة مكافحة الارهاب جنوب مدينة مانشستر البريطانية بان المراهقين لا يزالان في الحجز ويغضع للاستجواب واكدت الشرطة انها تتواصل مع المجتمعات المحلية لوضع اي تدابير لتوفير مزيد من الطمأنينة ويأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه ان الخاطف الذي قتل بالرصاص بعد عشر ساعات من المواجهة مع الشرطة في كنيس يهودي في تكساس كان من مدينة بلاكبيرن شمال غرب انجلترا دعت وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوكا الى تواصل لحال ديبلوماسي في الازمة القائمة بين روسيا واوكرانيا وقالت بيربوكا ان بلادها على استعدادا لحوارنجاد حول الاتفاقات المتبادلة والخطوات التي تحقق المزيد من الامن للجميع في اوروبا وفي روسيا في الوقت ذاته واكدت الوزيرة الالمانية انه لا يمكن تقديم اي تنازلات بشأن مبادئ اساسية مثل سلامة الاراضي والاختيار الحر لتحالفات والتخالي عن التهديد باستقدام العنف عاد الرئيس الاوكراني السابق بيترو بورتشينكو الى كييف بعد غياب دام شهرا رغم احتمال توقيفه بتهمة الخيانة العظمى ما يحتمل ان يثير ازمة سياسية في وقت تواجه البلاد توترا شديدا مع روسيا واتهم بورتشينكو الرئيس الحالي فلونيمير زيلينسكي بانه هو من امر باجراءات الدعوة المرفوعة ضده لصرف الانتباه عن مشاكل البلاد معتبرا ان هذا الصراع السياسي الداخلي يضر جدا بموقف كييف تجاه موسكو موسيقى 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 منازل محطمة وأشجار ممزقة خلفتها عاصفة شتوية كبرى ضربت أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة محملة بالثلوج والجليد والرياح العاتية العاصفة أدت إلى انقطاع الطيار القهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل بالساحل الشرقي منها 100 ألف منزل في ولاية جورجيا التي بدت الأكثر تأثرا بالعاصفة وفي نورثي كارولينا التي شهدت تسجيل رقم قياسي لهطول الثلوج توفي شخصا بالسبب فقدانهم السيطرة على سياراتهما أما ولاية فلوريدا والمعتادة على أحوال جوية معتدلة في هذا الوقت من العام كانت في مقدمة المناطق التي تضررت بشدة بسبب الأعاصير التي نجمت عن العاصفة الشتوية التي أدت إلى تحطيم عدد كبير من الممتلكات وشملت تحذيرات التقس الشتوية أكثر من 1609 كيلو مترات من ألباما إلى مين وأعلن حكام كل من جورجيا وفرجينيا ونورثي كارولينا وسوثي كارولينا حالية الطوارئ بسبب العاصفة وفي كندا قالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة في سقوط ما بين 20 إلى 40 سنتيمترا من الثلوج على أجزاء من جنوب وشرق أنتريو المقاطعة الكندية التي تشارك في جزء من حدودها مع ولاية نيويورك أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمائة واثني ألف وسبعمائة وتسعة وأربعين مواطنا من خلال أربع وسبعين قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 15.088 تحليل دم وطفيليات وأشعات وعقد 21.522 ندوة تثقيف صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين لافتة إلى تحويل 1312 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات إجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحية يأتي إطلاق ذيق وفي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيا كريمة لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية في إطار المبادرة الرئاسية حيا كريمة تشهد محافظة صهاج إنشاء 30 مجمع خدميا بقرى المبادرة ضمن مرحلتها الأولى بالمحافظة كما تم تدريب كوادر للعمل بمنافذ تم تخصيصها بهذه المجمعات لتسير على المواطنين بالإضافة لتفعيل مبادرة تركيب وصلاة الغاز الطبيعي بالمخابس بهذه الكرة وإحلالها بدلا من السلار كطاقة نظيفة وأكثر توفيرا نحن بدأنا إن شاء الله في مبادرة حياة كريمة داخل فيها محافظة صهاج بسبع مراكز فيهم 181 قرية 181 قرية دول فيهم 30 وحدة محلية في كل وحدة محلية يتعامل مجمع للخدمات هيبقى فيه خدمات الحكومية سواء تموين أو تضامن أو بريد أو خلافه الجزء الخاص بالتموين إن شاء الله إحنا مجهز له اثنين من الخدمة العامة بالإضافة لموظف من التموين هيديروا المكان ده مدربينهم إزاي يستخدموا السيستم بتاع البضاقات إزاي يقدوا الخدمات التموينية في المركز ده على أعلى مستوى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلقت لليوم الثاني على توالي قافلة طبية بمنطقة جبل تقوق بمدينة أسوان وتابع لمدرية الصحة وشهدت القافلة في يومها الأول توقيع الكشف والعلاق بالمجان واستفاد منها 1253 من المترددين على عشرة عيادات متخصصية إضافة لمعمل الدم ومعمل الطفيليات كما تم تحويل عدد من المنتفعين للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وآخرين لعمل آشعة رانين مغناطيسي ومقطعية نحن دلوقتي في القافلة الطبية بجبل تقوق بأسوان نستقبل حالات الجراحة وبنشخصها وأي حالة محتاجة أي وصفات علاجية بنكتبها لها واللي محتاج أي عمليات بنحوله لمستشفيات وزارة الصحة المحيطة بالمكان بيعملوله قرار على نفق الدولة وبيجروله الجراحة القوافل دي بتخدم تقعيبا عشرة خصوصات مختلفة القوافل ما بتقتصرش بس على فكرة العلاج المجاني أو الكشف المجاني نبينا بنوفر للعيان الكشف المجان أو تحاليل متوفرة الأشع العلاج كمان بنوفر له خدمات أكتر من كده متطورة زي العلاج على نفق الدولة ولو على العيان محتاج أي عمليات بنحوله لمراكز المتخصصات تري من دي أكتر حاجة بتخدم المناطق البعيدة عن الخدمات الصحية الموجودة في المدن قافلة عبارة عن عشر عيادات عشر تخصصات مع في مركز أشعة في معمل تحاليل سواء دم وسكر أو تحليل بول وبراز للأطفال تواصل الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى خلال ثلاث سنوات بإجمالي إتثمارات تبلغ نحو 515 مليار جنيه ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأشاسية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في إطار المشروعات القومية التي تتبنىها الدولة منذ عدة سنوات والتي تهدف إلى وضع مصر في مكانها الصحيح بين الدول تواصل الحكومة بمبادرة ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروع القومي لتطوير جميع الكرى المصرية خلال ثلاث سنوات باستثمارات تبلغ 515 مليار جنيه مشروع تطوير الكرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في الثاني من يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأخثر احتياجاً على مستوى الدولة ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطن الريف المصرية من خلال تطوير 4584 قرية يمثلون نسبة 58% من إجمال سكان الجمهورية يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية الطرق والنقل الصرف الصحي ومياه الشرب الكهرباء والإنار العامة والغاز الطبيعي بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وإنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادية وتشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم مشروع تطوير الكرى المصرية يعمل أيضاً على تقديم التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم لأهالي القرى المرحلة الأولى من المشروع استهدفت تنمية القرى الأكثر احتياجاً بإجمال 375 تجمعاً ريفياً يشتملون على 4.5 مليون مستفيد بإجمال استثمرات 13.5 مليار جنيه لتنفيذ 2180 مشروعاً تم الانتهاء من 600 مشروع وجار تنفيذ 1580 مشروعاً وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمال 4209 قرى بالإضافة إلى 30900 تابع وذلك لإحداث نقلة للريف المصري وتحقيق تنمية متكاملة للمصريين في إطار دعم وتنفيذ المشروع القومي حياة كريمة والذي يعمل على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية وخاصة التعليم واستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد في المحافظات والقرى المختلفة شهدت وزارة التربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة يستهدف إنشاء بنية تكنولوجية للمدارس بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي موسيقى نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحذيره للمواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حل الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلية كما اشار المركز إلى أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية تقوم باستقبال جميع المرضى وفي السياق المتصل يتم دعم منظومة الحالات الطارئ المعزولة منزليا لمرضى كورونا في إطار مبادرة 100 مليون صحة ومتابعتهم من قبل فريق طبي متخصص في وزارة الصحة فضلا عن متابعة صرف الأدوية للحالات المعزولة منزليا أكدت وزيرة التضامن الاجتماعية أن مشروع اثنان كفاية يأتي ضمن تدخلات رئيسية التي تتخذها من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وأوضحت وزيرة تضامن الاجتماعيين فين القباج أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب وأضافت القباج أن المشروع يستهدف ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات وهي المحافظات الأكثر فقرا أكد وزير تنمية المحلية محمود شعراوي أهمية تغيير تقافة المواطنين فيما يتعلق بمشكلة الزيادة السكانية للسيطرة عليها واستفادت المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة وخلال جلستين للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أشر الوزير إلى أهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمجال السينيابية والتشريعية في دعم جهود مواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 أضاف الوزير أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري بتحسين مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من تقريره ربع سنوي والذي يتناول خلاله نظرة عامة على الميزان التجاري وتطور الصدرات السلعية غير البترولية وأشر التقرير إلى أن قيمة الصدرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2021 قد بلغت 7 مليارات و700 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 27.1% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق له وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد للصدرات السلعية غير البترولية من مصر خلال الربع الثالث من 2021 تلتها المملكة العربية السعودية أكد وزير البترول تارق الملة أن أعمال تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية التي شهدتها مصفات القاهرة لتكرير البترول في منطقة مستورد ساهمت في تعظيم الاستفادة من قدراتها الانتاجية الكبيرة وخلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالي 2022-2023 أضاف الملة أن برامج التطوير أدت لإيجاد منظومة قوية للتكرير في منطقة مستورد البترولية من خلال مصفتي القاهرة لتكرير البترول والمصرية للتكرير والتي تعملان بشكل متكامل أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين بمؤشراتها الرئيسية وسط مبيعات للمثثمرين المصريين والأجانب قبلتها مشترية للعرب وسجل رأس المال السوقي مستوى 760 مليار و400 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إيجي إكثيرتي بنسبة 6 من المائة في المائة ليغلق عند مستوى 11823 نقطة كما تراجع مؤشر أشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكثيرتي بنسبة 4 من المائة في المائة ليغلق عند مستوى 2195 نقطة صعد أيضا مؤشر إيجي إكس هندرد الأوسع نتقم بنسبة 4 من المائة في المائة ليغلق عند مستوى 3255 نقطة وللمزيد من المتابعة والتحليل المشاهدين بينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ أحمد سعد في البداية أهلا بحضرتك وكيف ترى أداء البرصة خلال اليوم أهلا وسهلا بحضرتك الحقيقة نصول نورد بنفس ب4 مليار 97 مليون 4 مليار ومثلين مليون سندات وشواء من 13 مليون أسر طبعا السود نورده قدر حافظه على نقطة 11-200 دعم مهمة جدا استخرار في 11-200 يهيله مرة أخرى للصعود والاختبار على نقطة المقاومة مهمة جدا مقاومة تاريخية 12000 نورة ياريه إن شاء الله الصعود لـ 12-16 مليون من نسبة لمؤشر السرعين طبعا حفاظه على 2150 يهيله مرة أخرى للصعود لـ 12-58 مليون واختبار مرة أخرى لـ 12-650 طبعا أهم القطاعات النورده كان قطاع البنوك من أسس بحوالي 148 مليون حوالي 21 مليون إن ذات السوق يليه قطاع العقارات يليه قطاع الرعاية الصحية يليه قطاع الخدمات المالية يليه قطاع الصلاة العالمية أيضا لو تحدثنا أستاذ أحمد عن أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات اليوم وأيضا أسباب الصعود من وجهة نظرك وأيضا القطاعات التي تم التراجع فيها هو حيال النهارة طبعا بفضل مشترات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين طبعا السوق قدر يتماسك ويحافظ على نور 12-10 مليون ولكن النهاردة في أحدث الأخبار النهاردة طبعا عندنا إعلان عن اكتبين وساهمين جداد شركة نهر الخير اللي هتنزل في قطاع الزراعي وشركة مكرو الأدوية إن شاء الله نزل ربع ده كما يعانا رئيس البورس يعني أهم الأخبار النهاردة شركة رميدة طبعا اللي أعلنت أنها تبدأ تصنع العقار الفيروسات وده شركة مصرية وده أول عقار مصري كان موجود وده خبر إيجابي جدا بالنسبة لأحداث العالمية يعني أن الشركة مصرية تبدأ تصنع الفيروس أو مضاد الفيروس أستاذ أحمد سعد خبير أسواق المال كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه النشرة وإليكم عنوين الأخبار الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابو ويؤكد حرص مصر على تعزيز أدر التعاون الصنائي بين البلدين وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع جالو التسعة بالمنطقة الغربية ويؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية انفجار ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات بمنطقة المصفح وشرطة أبو ظبي تعلن السيطرة على حريق محدود بمنطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي إلى هنا مشاهدين تنتهي جولة الإخبارية من الثالثة إلى اللقاء اشتركوا في القناة